موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة أتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين وبعد فعل إخوة يوسف ما طلبه منهم الأب فقال تعالى ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إذن الأسباب لا قيمة لها عند الله إلا أنه أمرنا بها فإن شاء علق النتائج عليها وإن شاء لم يعلق النتائج عليها يعني كم من إنسان معه مرض عضال أجريت له عملية في السودان فشوفي إنسان آخر نفس المرض ذهب إلى بريطانيا إلى أمريكا أجريت له عملية في أفضل التقنيات عند أفضل بروفيسورات فمات ولم تنجح العملية لذلك قال لك أنت عليك تتخذ الأسباب لكن الأسباب لا تعني لله شيئا قال ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم يعني من أبوابين متفرقة ما كان يغني عنهم من الله من شيء لو أراد الله بهم ثوءا إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها أن يعلمنا اتخاذ الأسباب مع التوكل على الله وإنه لذو علم يعني الواحد يقرأ بداية الآية وما كان يغني عنهم من الله من شيء يقول إن ما فعله يعقوب لا قيمة له لكن الله عاد فقال وإنه لذو علم لما علمناه أي تعلموا مثله وفعلوا مثله ولكن أكثر الناس لا يعلمون إذن هنا ربنا يؤكد اتخذ الأسباب ولكن توكل على الله ولما دخلوا على يوسف آه آوى إليه أخاه ما هن كل الأخواته لكن هم إخوته من أبيه أما هذا بنيامين الصغير أخوه الشقيق أمهم واحدة وأبوهم واحد آوى إليه أخاه يعني أخذه وقربه منه من غير أن يسمع قال إني أنا أخوك فلا تبتأس بما كانوا يعملون يعني المعاملة السيئة التي عملون بها أنا أعتقد أنهم عملوك بها لأنك مثلي لست أخاهم الشقيق فلا تبتأس بما كانوا يعملون وصلت الآن إلى قصري وأنا سأعتني بك وأكرمك وأدللك ولكن لا تذكر ذلك لأحدا أنا أقول لك فلما جهزهم بجهازهم أعطاهم ما وعدهم أعطاهم حصتهم المقدرة بالعدل ولم يحابهم جعل السقاية في رحل أخيه ما في داعي لأنه نخوض بكل الأحاديث والروايات تبع السقاية السقاية هي الكيل الذي كانوا يكيلون به لأن الكيول خاصة في وقت الأزمات تعتمد مكايل معينة وتراقب مراقبة شديدة لأن الزيادة والنقص فيها قد يوقعن في أزمات جعل السقاية في رحل أخيه بشكل خفي المخابرات تبعه دس السقاية في رحل بن يامين الذي يريد أن يأخذه من غير أن يشعر أحد ثم أذن مؤذن أي نادى منادي والمؤذن هو المنادي ثم أصبح يقال لمن يرفع الأذان ثم أذن مؤذن أي بعد أن حملوا مؤونتهم وساروا باتجاه الباب الذي يخرجهم إلى الشام أيتها العير إنكم لسارقون يا لطيف تم القبض عليهم جميعا بتهمة السرقة قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون الآن دقق في الألفاظ هم قالوا قبل أن يقبلوا أم أقبلوا قبل أن يقولوا هم طبعا أقبلوا ثم قالوا لكن ربنا يبين لنا دهشتهم وعجلتهم فقدم القول على الإقبال قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون لك شو التهمة اللي نحن متهمين فيها ماذا فقدتم حتى تهمتمون بسرقته فقال جند يوسف في مكيدة محكمة قالوا نفقد صواع الملك في البداية قال جعل السقاية يعني هو الكأس الكبير الذي يشربون به ويكيلون به القمح للآخرين قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم هلأ الذي قال أنا به زعيم قائد الشرطة أم يوسف ما في مشكلة يعني إذا لم تكنوا أنتم السارقون فساعدونا في إيجاد هذا الصواع وسنعطيكم مكافأة قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض نحن أجينا أول مرة والتزمنا الأدب وأخذنا حصتنا ورجعنا وجئنا تاني مرة منفذين لأمر الملك وجئنا بأخ لنا من أبينا أنتم تعلمون يعني سبق لكم أن عملتمونا نحن لسنا أشرار لسنا سارقين قالوا تالله وهذا قسم مثل والله أو تالله أو بالله كلها أقسم تقول تالله والله وبالله إذا اشتهدت باليمين طبعا أفضل ما تقول عليه الطلاق لا تحذف الطلاق الله يرضى عليك لكن نوع بالأيمان ما شئت تقول تالله هذا يمين بمعنى والله أو بالله أو بالله بل قان بعض الناس إذا اشتهدوا يقولون تالله وبالله ووالله يؤكدون أيمانهم طيح قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين نحن أتينا ببضاعة أعطيناكم إياها ثمن المؤونة التي أعطيتموها إيانا نحن لسنا بحاجة للسرقة انظر الآن تتمت المكيدة قالوا جماعة يوسف النائب العام ضباط المخابرات تبع سيدنا يوسف قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين شوف الآن الحبكة قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين حكم السارق في قانون مصر يختلف عن حكم السارق في قانون أهل فلسطين في ذلك الوقت حكم السارق في مصر بعد أن دخلوا في المجاعة أن يقتل فورا يوسف لا يريد أن يقتل أخاه فقال لهم فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا والله تحاكموننا على قانوننا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه وكانت عقوبة السارق في شريعة يعقوب أن يكون السارق عبدا للمسروق منه يأخذه عبدا له هذا الذي يريده يوسف لذلك قال لهم أنا أقبل حكمكم على من سرق قالوا جزاؤه فهو جزاؤه أي عندنا كذلك نجد الظالمين نحن فوافق يوسف فنجى أخاه من القتل واحتفظ به بموجب ما أقره على أنفسهم من شريعتهم أنه يكون عبدا للمسروق منه الله أكبر شوف المكيدة اللي حبك سيدنا يوسف قال فبدأ بأوعيتهم هذا الدهاء كمان حتى ما يكتشفوا أنه مكيدة فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه حتى إذا لم يبقى إلا وعاء واحد وتتم البراءة ويذهب إلى أهلهم ثم استخرجها من وعاء أخيه شفتوا هذا أخوكم اللي جبتوا من أبيكم هذا حرامي لكن ما قالها بهذه الكلمة وجدنا حاجتنا ومتاعنا عنده كذلك كدنا ليوسف نحن علمناها المكيدة الله يكيد إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا فمهل الكامفيرين أمهلهم الريدة لأن الكيد هو التدبير الخفي المحكم سواء في الشر أو في الخير كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك لأنه في دين أي شريعة هنا دين الملك أي شريعة وقانون الملك أن يقتل السارق فورا لأنه مجاعة وتسرق فورا يقتل وهو لا يريد أن يقتل أخاه فعلمناها المكيدة أخذ أخوه واحتفظ فيه بلسانهم هم بحكمهم هم على أنفسهم فهو جذاؤه كذلك نجزي الظالمين كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء العلم يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات هذا علم حسن التدبير علم نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم لا يوجد أحد من الأولين أو الآخرين قال أنا حذت العلم كله آدم الذي علمه الله الأسماء كلها ما قال أنا أعلم أهل الأرض موسى عليه السلام كليم الله لما قال لما سئل من أعلم أهل الأرض قال أنا عتب الله عليه إذ لم يرد الأمر إليه فقال إن في مجمع البحرين عبدا لنا هو أعلم منك يا موسى هذا في الحديث صحيح لذلك ربنا قال وفوق كل ذي علمان لا تتكبر بعلمك هناك من هو أعلم منك أنت بالنسبة إليه صغير كمن هو صغير بالنسبة إليك لقلة علمه بالنسبة إلى علمك وكل من أعجب بعلمه أوقعه الله في قضية تظهر جهله الإمام الكساء رحمه الله كان من أعلم أهل الأرض بالقراءات اختاره هارون الرشيد ليكون مؤدبا لأولاده وإماما لمسجد قصره حافظ قرآن حافظ قراءات ورجل متمكن باللغة العربية يقول الكساء عن نفسه قال صليت إماما بهارون الرشيد يوما فوقعت في خطأ لا يقع فيه الأطفال في الكتاب فبدل أن أقول لعلهم يرجعون قلت لعلهم يرجعين ما في كلمة باللغة العربية اسمه يرجعين لكن سبحان الله إمام على قدر كبير أعجبته نفسه فأوقعه الله في خطأ لا يقع فيه الأطفال قال فما تجرأ هارون الرشيد أن يفتح علي بالصلاة وهارون الرشيد عالم لكن هو إدام عالم فلما انتهت الصلاة قال لي هارون الرشيد بكل أدب يا إمام أي حرف هذا يعني هذا في أي قراءة في أي لغة قال هذا يا أمير المؤمنين لكل جواد كبوة والله أنا أخطأت قال له أما هذا فنعم والله كل ياتنا منخطئ والقرآن يعلو ولا يعلى عليه والقرآن غارب ليس بمغلوب والله ربما تكون حفظت السورة من أربعين عام وتكررها دائما تقف إمام ربما تخطئ بها إذا أعجبتك نفسك أظهر الله نقصك للناس وأنت تريد أن يظهر الكمال والله هناك مشايخ لنا قرأنا عليهم القرآن وكانوا أئمة في القراءات والله مرة كان يصلي فقرأ لإلاف قريش فأرتج عليه لم يستطع أن يكملها حتى ردوه لإلاف قريش ثلاث آيات لذلك وفوق كل ذي علما عليم والمرء في علما ما دام يطلب العلم فإذا قال علمت فقد جهل إذن فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه لإكمال المكيدة حتى لا يشتبه بأن الموضوع فيه حجه لأنه هو الصغير فبدأ بأوعية الكبار ثم انتهى إلى الصغير ثم استخرجها من وعاء أخيه أرأيتم أنتم السارقون صحيح هذه مكيدة لكنها تؤدي إلى خير تخليص أخو يوسف من شدة معاملت أخوته كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا الآن شوف ردة فعل الإخوة وكم يحملون في قلوبهم من الحقد على يوسف أخيه قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم أي في قلبه قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون هل هذه السرقة التي اتهموا وذكروا أن يوسف وقع فيها إن يسرق بنيامين الآن فقد سرق أخ له من قبل يقصدون من؟ يوسف ولا يعلمون أنهم يخاطبون؟ يوسف يشتمونه في وجهه وهو يعلم وهم يعلمون أن السرقة التي اتهموه بها وجاء ذكرها في روايات التفسير تهمة باطلة وليست تهمة وليست جناية حقيقية ومع ذلك مصرين إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف يعني الذي قاله أسره ولم يبدها لهم قال في نفسه لأن الكلام النفسي يقال عنه قول وأي كلام تتكلم به بلسانك أنت تحيؤه في نفسك ثم تقوله لذلك القول الذي يسمعه الناس قول والقول الذي لا يسمعه الناس أيضا قول قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون يعلم الله أني بريء من تلك السرقة كما أن أخي اليوم بريء من هذه السرقة قالوا يا أيها العزيز هنا أول تصريح بمقام سيدنا يوسف أن يوسف لم يكن ملكا وإنما أخذ مكان العزيز الذي كان هو في بيته وبعد أن مات تزوج يوسف زوجته التي راودته عن نفسها وجاء في الروايات أن الله أعادها شابة كما كانت يوم راودته عن نفسه مضوء الطويل وأسلمت كما قلنا عندما اعترفت بذنبها فتزوجها يوسف سبحان الله أباها في الحرام فقدرها الله له في الحلال وبين الحرام والحلال صبر ساعة طبعا هذه الساعة قد تكون كبيرة شوي 7-8 سنين في السجن لكن المهم صبر ساعة يعني برها من الوقت فما كان يريده بالحرام أصبح له حلالا قالوا يا أيها العزيز بعد أن جاء إلى مصر عبدا في بيت العزيز أصبح هو العزيز والله غالبون على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون حسد غيابة الجب بيع عبدا رقيقا إلى بيت العزيز إلى الفتنة التي يواجهها في بيت العزيز إلى التهمة الباطلة إلى السجن إلى الرؤية إلى قصر الملك إلى أن يكون هو العزيز لذلك عندما ترى الأمر من أوله لا تحكم على آخره بيع يوسف عبدا رقيقا في مصر ليقدر الله له بهذا البيع أن يصبح هو العزيز غدا وكم لله من تدبير خفي يحير العقول قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا بمعنى لا يستطيع أن يتحمل فقده أرجوك لا تأخذ هذا الأخ منه إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين في السجن قالوا له إننا نراك من المحسنين على عرش المملك قالوا إننا نراك من المحسنين المؤمن محسن دائما فقيرا كان أم غنيا ضعيفا أم قويا مغمورا أم زوجاه وسلطة فماذا كان رد يوسف هنا رد يوسف كان ردا منطقيا ليكمل الحيلة والمكر الذي مكره بهم قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إننا إذن لظالمون وشوف قديش سيدنا يوسف مؤدب ما اتهم أخوه بالسرقة ما قال معاذ الله أن نأخذ إلا من سرقنا لأنه يعلم أنه لا يتسرق القضية كل شو تركيبه لذلك قال إلا من وجدنا متاعنا عنده نحن فعلا وجدنا متاعنا عنده لكن ما قال سرقه شوف الحق كيف لا يخرج الأنبياء عن الحق ولو في المكر ورسول الله قال إني لأمزح ولكن لا أقول إلا حقه قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذن لظالمون لو أخذنا غير الذي ينبغي عقوبته هذا ظلم نحن لا نظلم قال فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا البلغاء حيرتهم هذه الجملة فلما استيأسوا منه يعني حاولوا أن يقنعوه اجتهدوا أن يغيروا رأيه بذلوا كل جهدهم وإقناعهم وقدرتهم على الكلام خذ أحدنا مكانه لكن لا نتيجة شوف عبر عن جهد كبير بكلمتين فلما استيأسوا منه ما في نتيجة يوسف مصمم على القرار الذي يؤخذ من وجدنا متاعه عندنا أنا لا شأن لي بأبيه إن كان شيخ كبير يعني هكذا أظهر الموضوع إن كان يتحمل لا يتحمل معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا يعني أخذوا ناحية بعيدة وأصبحوا يتناجون والنجوة لا يسمعها إلا أصحابها يعني إذا أثنين عم يتناجوا وكانوا أربعة أثنين لا يسمعون أو أثنين يسمعون هذه اسمها النجوة أما الحديث مثل الحديث اليوم يسمعه كل من حضر هذه ليست نجوة فشوف كيف فلما استيأسوا منه خلصوا نجية يعني خلصوا إلى مكان منفرد بعيد يتناجون فيما بينهم قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله يا جماعة لك شو هذا اللي عم يصير معنا نحن حلفنا يمين أن نرد بنيامين إلى أبيه وأشهدنا الله عليه ومن قبل ما فردتم في يوسف هلأ يا كيف ستخزون إذا عدتم إلى أبيكم فردتم في يوسف والآن فردتم فيه إن كان يوسف فردتم فيه بباطل فقد فردتم بأخيه بحق لكن يا أخي أنتم على الحالتين فردتم كيف تحملون إثم فقدان ولدين أمام أبيكم يعقوب فلن أبرح الأرض أنا لن أغادر سأبقى هنا حتى يأذن لي أبي يقول لي أبي عد يا ولدي خلص صدقتك وقبلت عذرك أو يحكم الله لي كأنه هذا الكبير حاسس أنه في مكيدة بالأسة لذلك قال حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي أستطيع أن أسترد أخي أو تظهر هذه المكيدة وهو خير الحاكمين أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم أنتم ارجعوا أنا باقي فقولوا يا أبانا إن ابنك سرقة آه يا أبانا إن ابنك مؤخونا لما كانوا يريدون أن يأخذوه قالوا أرسل معنا أخانا أما هلأ في سرقة هذا مؤخونا إن ابنك مثل رجل يتشاجر مع زوجته لقضية فعلها الولد يقول ألم تري إلى ابنك ماذا فعل ليش هو مؤبنك بس عند الغضب ينسبه شو إلى غيره إلى الطرف الثاني وعند الرضا لقد نجح ولدي آه يعني ليش هذا ولدك مولد قول نجح ولدنا وفعل ولدنا لكن الإنسان هذه طبيعته ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرقة وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين والله هذا الذي حصل ولو كان الغيب بأيدينا لما حصل ما حصل بس ما نعرف الغيب واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون وسنكون مع هذا الذي جرى بين الأبناء عندما عادوا وبين يعقوب في الدرس القادم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين الفاتحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر